ثقافتنا المصرية فيها أمثلة شعبية ممكن تطمئن الناس كلنا زي مثلا نونيوز إز أولوز جونيوز يعني لو ما فيش خبر ثقافة مصرية يبقى أنا أتقبل أن الأخبار هتبقى كويسة كل تأخيرة وفيها خيرة نفس الكلام بالزبط نحاس بعض بالأمان الحاجة التانية ما نسيبش نفسنا لوحدنا يعني لو أنا أم أو أب وابني أو بنتي في أوكرانيا أو مش عارف هو فين دايما أنا بقى مع أسر أخرى ما عودش لوحد أدور على ناس شبهية وأكيد اللي بتبقى سايبة ابنها أو بنتها طالب أو طالبة بره بتبقى عارفة كم حد محيط به نسميها الدائرة اللي شبهية عشان ندعم بعضنا الطلبة اللي هربوا من الحرب جاريت يتجمعوا في صورة مجموعات إن شاء الله لأ وجودي في مجموعة بيديني قوة بيديني إحساس بالأمان إحساس أن أنا قدر أقوم أي شيء لكن لو بقيت لوحدي ده بيطركني فريسة بقى لإيه كوابيس وفريسة الأخبار ويحشة وفريسة لتخيلات غريبة يعني نعود مع بعض نتكلم عن الموضوع بقوة ما ننشرش أخبار كاذبة ولا نعود ننشر إشعاعات ومخاطر رهيبة نتكل على الله طبعا ده أهم حاجة لو حصل إن إحنا الموضوع جيبتدى يزداد نروح لحد مهني يساعدنا بفرعة مين تقوله إحنا بقى اللي في مصر مين تقوله بلاش تتفرج على الأخبار دلوقتي ما تزودش عندك المشكلة أي يعني هل فيه مرض نفسي معين خطر عليه إنه هو يتابع أخبار الخروب وكده مش هنقول خطر خطر ولكنه قد يؤدي إلى زيادة الأعراض والمعاناة الناس اللي عندهم اضطرابات القلق من اضطراب القلق العام اضطراب الفوبيا اضطراب الرهاب الاجتماعي وأوحاشهم هم الناس اللي عندهم اضطراب الهلعة اللي هو الفانيك أتاكس ده ما يسمعش أخفر دلوقتي ليه إن الحاجات دي هتعمل من ساميها إيه زيادة في الأراضة البتاعه هتخلي أعراض القلق تزيد وهو لما الأعراض هتزيد هيفزع أكتر ويدخل في دايرة مفرغة بقى من الفزع والأعراض الفزع والأعراض نعم تجنبوا مشاهدة هذه المناصر الآن